اهلا بكم في اللقاء جديد والبرمجة بلغة LC في اللقاء السابق قدرنا نعمل برامج لآلة حسبة بتقدر تجمع وتضرب وتطرح وتقسم في اللقاء اليوم هنعمل اكتر من برنامج هنستخدم النهاردة نفس الكمبيلر اللي استخدمناه في اللقاء السابق في البداية عايزين نعمل برنامج يقدر يتعرف على نوع العدد اذا كان عدد زوجي او عدد فردي العدد سيتم ادخاله للبرنامج عن طريق الكيبورد علشان كده انعرف variable مرتبط بالعدد اللي هيتم ادخاله وحنسميه num يبقى محتاجين نعرم في الكمبيوتر اسم ال variable ونوعه ونوع بياناته وده بيتم عن طريق الامر التالي بنكتب int num وما تنساش السمي column وبتدوس انتر علشان نقدر ندخل العدد عن طريق الكيبورد هنستخدم الفونكشن اللي اسمها scanf بنكتب scanf و % d وبعد كده كما و and sign وبعد كده اسم ال variable اللي احنا سميناه num بالشكل ده طبعا ما تنساش قبل كده السمي كولن بالشكل ده البرنامج هيطلب من المستخدم ان هو يدخل رقم طب هو هيعرف ازاي ايه اللي مطلوب منه فلازم برضه في البرنامج نكتب الاول print if ونقول اليوزر لو سمحت دخل عدد نكتب مثلا please enter a number و برضه دايما بنقول عليه ما تنساش السم يقول يبقى انا دلوقتي بعد اول امرين الاولين هيطلع على الشاشة بعد ما يتنفذ جملة مكتوب please enter a number وبعد كده المفروض يتم ادخال العدد ناخد بالنا ان احنا في الاسكان if بنستخدم %d للvariables اللي نوحها integer و %c للvariables اللي نوحها character و %lf للvariables اللي نوحها double وطبعا ناخد بالنا ان اسم الvariables في الاسكان if بيبقى فيه and sign عايزين دلوقتي نتعرف على العدد اذا كان زوجي ولا فردي العدد الزوجي لو تم اسمته على 2 بيدي عدد كناتج للاسمة و صفر كباقي العملية الاسمة اما العدد الفردي لو تم اسمته على 2 فبيدي عدد كناتج لعملية الاسمة و واحد كباقي العملية الاسمة مثال العدد 17 لو اسمنا العدد 17 على 2 حيكون نتج الاسمة 8 وبقي الاسمة 1 ليه؟ لان العدد 17 هو عدد فردي اما مثلا العدد 30 لو اسمنا على 2 حيكون نتج الاسمة 15 وبقي الاسمة 0 و هذا علشان العدد 30 عدد زوجي هل عندنا في السي امر نتيج التنفيذه بيكون الناتج اللي بيدينا بقي عملية الاسمة الاجابة نعم طب ازاي نعمل الامر ده؟ خلينا نكتب مجموعة الاوامر اللي هي هتفرق بين العدد الزوجية والفردية الاول ونشرح الكلام ده بيشتغل ازاي؟ احنا هنستخدم الف statement وحقارن قيمة الفاريبل بتاعي اللي اسمه num الاول هجيب %2 لان هو ده اللي بيجيب لي بقي الاسمة والناتج ده حقارنه بزيرو وبعد كده هفتح قوس بالشكل ده وحقفل القوس ده جوه القوس ده هكتب ايه؟ الف statement بتقول لو الشرط ده اتحقق يبقى يتنفذ printf اللي انا عايز اكتبها دلوقتي انا هكتب printf وحكتب جوه the number number وحكتب %d وحكتب is even وبعد كده ثم اضع كمه وحكتب variable اللي بيعبر عن number ومرة ثالثة او ربعة ما تنساش السمي كولن لو condition او الشرط اللي انا حطه ما تحققش سيحدث نكتب else وبعد كده a دي القصين واحد مفتوح والتاني بيقفل سيكتب printf the number في الحالة دي هيبقى ايه؟ سيكتب even even number معناه ان هو عدد زوجي و odd number معناه ان هو عدد فاردي سيغير كلمة even وحكتب هنا ايه؟ odd المفروض كده بالشكل ده البرنامج بتاعي حيقدر يفرق ما بين الاعداد الفردية والاعداد الزوجية ليه؟ لان في ال if statement اللي انا مظللها دلوقتي انا بختبر او حطة condition لو بقي الاسمة على اتنين بصفر يبقى العدد ايه؟ بالضبط كده العدد زوجي وبالتالي هتطلع رسالة ان العدد زوجي لو الشرط ده ما تحققش وبقي الاسمة ما كانش بصفر اللي هو هيطلع كام؟ هيطلع واحد يبقى بعد ال else هو اللي هتنفذ وبناء عليه هيتكتب ايه؟ ان العدد ده هو عبارة عن عدد فردي يبقى even number هو العدد الزوجي وال odd number هو العدد الفردي خلينا نجرب كده البرنامج بتاعنا ندوس رن هتلاقي فيه errors وده شيء كويس لان ال errors دي مش كل مرة البرنامج وانا بكتبه بيطلع النتائج بتاعتي اللي انا عايزها لان انا ممكن اكون نسيت ايه؟ نسيت حرف نسيت سيمي كولن نسيت حاجات كتير نبص كده ونحاول نشوف ال error بتاعنا ممكن يكون موجود فين طيب احنا ممكن يكون ان احنا حطينا قوس زيادة يعني القوس ده شكله كده زايد ليه بقى؟ لان اعداد الاقواس لازم تبقى اعداد زوجية يعني طالما فيه قوس مفتوح بالشكل ده لازم يبقى قصاد القوس يقفلوا بالشكل ده طالما هنا فيه قوس مفتوح بالشكل ده لازم فيه قوس هنا يقفلوا بالشكل ده وفيه القوس اللي هو بتاع المين function فوق هنا مفتوحة هو يقابلوا قوس تاني مقفول ايه؟ تحت وهكذا يبقى في التالي لو عديت الاقواس بتاعتي هنا دول كم قوس ادي واحد ادي اتنين ادي ثلاثة ادي اربعة ادي خمسة ستة سبعة ده عدد فردي يبقى عندنا فيه مشكلة في الاقواس فيه قوس كده يا اما زايد يا اما ناقص وده مهم على فكرة اللي بنتكلم فيه دلوقتي انك تراجع الحاجة بعد ما تكتبها خلينا نراجع البرنامج من الاول بالنسبة لنا ادي عملنا declaration للvariable اللي اسمه num وبعد كده عملنا printf عشان يدخل العدد وبعد كده عملنا scanf عشان اقدر ادخل العدد وبعد كده الif statement اللي هي الcondition بتاعي عايز اشوف اذا كان العدد فردي ولا زاوجي اسهل طريقة ليك عشان تعرف الاقواس مظبوطة ولا لا حط القوس المقفول تحت القوس اللي مفتوح اللي مرتبط بي يعني القوس اللي بيقفل دا دلوقتي ادي مرتبط بالقوس اللي فوقي ده طيب ادي الelse فتحنا قوس وكتبنا printf number is odd القوس اللي تحت ده هنخليه يرتبط بالايه بالقوس اللي فوقيه يبقى واضح كده ان في قوس هنا ممكن يكون هو المشكلة لو احنا حزفنا القوس ده كده ونجرب تاني ونشوف هيحصل ايه البرنامج يشتغل ليه؟ لان بيقول لي please enter a number يبقى كانت المشكلة ايه في القوس الزيادة ده يبقى احنا تعلمنا حاجة في اللقاء ده ان احنا لازم نتأكد ان اعداد الاقواس بتاعتي اعداد زوجية تبقى طيب الرقم اللي انا هدخله مثلا هدخل رقم 34 المفروض يطلع لي الناتج ايه بقى 34 ده عدد ايه؟ عدد زوجي يبقى لازم يقول لي ان the number 34 ده is a is even دوس انتر كده كتب ايه بقى the number 34 وكاتب even وكاتب hello world ليه؟ لان احنا حطين تحت print if hello world ده كان من البرنامج القديم افرض عايزين الكلمة دي ما تطلعشي مش كل حاجة انت مش عايز تطلحها تحذفها اعملها كcomment يعني اعمل to forward slash بالشكل ده الكمبيلر هيعتبر ان السطر ده مش موجود يعني لو عملت run تاني حيطلب منك تدخل العدد دلوقتي لو كتبت 34 ودست enter هتلاقي كاتب ايه؟ the number 34 is even والجملة اللي هي بتاعت hello world دي لانها احنا عملناها كcomment ما طلعهاش يبقى مهم جدا كمان واحنا بنكتب البرامج بتاعتنا ان انا نكتب تعليقات فيها بتعبر على الاوامر دي بتعمل ايه؟ يعني مثلا ممكن نكتب فوق كده نكتب comment بالشكل ده نقول ايه؟ data entry مثلا ان هنا انا بدخل البيانات وممكن قبل ال print if الهنا دي اكتب كده فوق برضو comment ايه؟ يقول ايه؟ even number دي كلها حاجات ملهاش علاقة بالC لكن دي كلها تعليقات تنفعك لما تبص على البرنامج بعد فترة تعرف ان كل جزء ده بيعمل ايه؟ هنا ممكن تكتب مثلا كومنت كده وتكتب odd number مثلا نجرب عدد تاني وليكن مثلا 17 دوس enter كتب لك ايه؟ ان 17 ده ايه؟ is odd ده عدد ايه؟ فردي يبقى اذا البرنامج بتاعنا بيشتغل زي ما احنا عايزين لكن احنا تعلمنا واحنا بندخل البرنامج ده حاجات تانية اتعلمنا ان انا ممكن اكتب الكمنت بتاعتي اتعلمنا لما يحصل خطأ عندي ما خافشي واشوف الخطأ جاي منين اول حاجة ادور عليها الاقواص بتاعتي لازم يكون اعدادها زوجية اتعلمنا الاقواص المتنظرة مع بعض نحطها رأسيا في نفس الوضع عشان بالنظر كده يبان عندي اذا كان في قوس زيادة ولا لا وتعلمنا برضو ان اي امر او نستراكشن في السي لازم يكون ايه؟ ينتهي بسمي كولم ان شاء الله تكون حلقة النهاردة عجبتكم وان شاء الله في اللقاء القادم نكمل برامج جديدة عشان نعمق فهمنا للبرمجة بلغة السي وإلى ذلك الحين لكم منا كل السلام والتحية